الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثالث والخمسون من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلس وهذه الطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 180 إنه باب التوقيعات التوقيعات التي خرجت من الناحية المقدسة في رسالة بعث بها إمام زماننا أيام الغيبة الأولى التي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الصغرى في أيام الغيبة الصغرى وفي أوائل أيام تلك الغيبة بعث إمام زماننا رسالة إلى الشيعة بعد الذي جرى ما جرى من اختلاف في الوسط الشيعي وكان السبب المباشر لإرسال تلك الرسالة هو ذلك الشجار الذي كان شجارا حادا وترك أثره بين الشيعة حينما تشاجر ابن أبي غانم القزويني مع جمع من الشيعة فيما يرتبط بشأن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فكتب الإمام رسالة أنا لا أريد أن أقف عند هذه الرسالة بكل تفاصيلها إنما أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بحديثي الآن أقرأ من صفحة مية واثمانين مما جاء في هذه الرسالة والإمام يتحدث عن إمامته وعما هو واقع في الجو الشيعي من إنكار لإمامته ويذكر موقفه من هذه المسألة هكذا يقول الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسن ففاطمة أسوة لإمام زماننا هو الذي يقول لست أنا وذلك دين القيمة مثل ما قال الصادق إنما هو ذلك دين القائم وذلك دين القيمة الباقر ماذا قال قال هي فاطمة وصادق ماذا قال قال إنما هو ذلك دين القائم فالقيمة أسوة للقائم هو الذي يقول هذا توقيعه وهذه رسالته سأعود إلى هذه الرسالة حين يصل الحديث إلى فاطمة وإلى إمامة فاطمة صلوات الله عليها وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي للحجة بن الحسن أسوة حسنة الحديث في أي سياق في سياق إنكار إمامته فمثلما أنكرت إمامة فاطمة أنكرت إمامة الحجة بن الحسن عندما أنكرها بخصوص هذه الرسالة ففي ذلك المقطع الزماني الذي صدرت فيه هذه الرسالة وخرج هذا التوقيع من الناحية المقدسة تذكروا هذه الكلمة هذه كلمة إمام زمانكم هو الذي يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة فالقيمة أسوة للقائم ومن هنا فإن الدين يتقوم بقيمة وقائم قيام الدين بكل تفاصيله بقائمه وللقيمة قيمومة على الدين وحتى على القائم بأمر الدين وعلى أهل الدين فهي الحجة على أبنائها وهي إمام أبنائها من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم المهدي هي إمامهم وهي حجة عليهم ولذا فإن قائمهم جعلها جعلها أسوة له وهي أسوة لكل أولادها المعصومين من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين هذه هي القيمة التي أحدثكم عنها وهذا هو القائم الذي أحدثكم عنه وهذا هو الشيعي الذي لا يكون شيعيا حتى يكون عارفا بإمام زمانه أن يكون سليما في عقيدته فطيما لفاطمة ويتيما للقائم للحجة ابن الحسن هذه الخلاصة والزبدة التي أردت أن أضعها بين أيديكم في الصفحة الأولى من صحائف العقيدة السليمة فإنني قد بدأت فتح هذه الصحائف منذ الحلقة الماضية الصفحة الأولى هكذا عنونتها أريد أن أكون شيعية إذا أردت أن أكون شيعية لا بد أن أعرف من هو الشيعي الشيعي هو هذا في خطوط التعريف به بنحو عام لا مجال للخوض في كل التفاصيل لكننا بعد أن عرفنا من هو الشيعي ومن خلال معرفتنا لمضمون الشيعي استطعنا أن نشخص حدود الخارطة العقائدية فحدود خارطتنا العقائدية تلك الحدود الواضحة والبينة ما بين القيمة والقائم والتفاصيل تأتينا تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل معرفتنا بالخارطة العقائدية معرفة بالغة الضرورة لماذا حينما نعرف خارطتنا العقائدية بشكل واضح بعد أن نطلق المنظومة العقائدية المسخ التي جاءنا بها مراجع النجف منذ أيام الطوسي حين أسس الحوزة المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا إذا ما طلقنا وأعرضنا وتبرأنا براءة حقيقية من تلك المنظومة العقائدية المسخ واستطعنا أن نتعرف على خارطتنا العقائدية بحسب منهج العترة الطاهرة فإننا نستطيع حينئذ أن نشخص هدفنا في الحياة أنني أتحدث عن الباحثين عن عقيدتهم أتحدث عن الإنسان العقائدي لا شأن لي بغير العقائديين أنني أتحدث عن المتدين الذي يكون مسكونا بعلاقته مع إمام زمانه وهو في حالة بحث للوصول إلى معرفة العقيدة السليمة التي هي سر النجاة دينيا في الدنيا وسر النجاة في كل الاتجاهات في الآخرة واضح مقصدي في أنني أخاطب صنفا معينا من الناس أخاطب صنفا معينا من الذين يقولون إننا شيعة للحجة ابن الحسن للذين يبحثون عن الحقيقة للذين يبحثون عن المسار الصحيح الذي يقودهم إلى معرفة إمام زمانهم أنا لا أتحدث مع أشياع العجول والأباعر أنا لا أتحدث مع أشياع المراجع وأشياع السباريت لا شأن لي بكل أولئك كلامي قد يكون قاسيا وظيفتي الشرعية تحتم علي أن لا أجامل وأنا أتحدث عن حقائق عقيدة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن معرفتنا بالخارطة العقائدية ستقودنا إلى تشخيص هدفنا الصحيح وحينما نشخص هدفنا الصحيح فإننا نستطيع بعد ذلك أن نشخص الطريق الصحيح الموصل إلى ذلك الهدف والإنسان من دون ذلك لا قيمة له الإنسان من دون ذلك من دون أن يكون هادفا من دون أن يشخص هدفه الصحيح ومن دون أن يشخص طريقه الصحيح للوصول إلى هدفه الصحيح فإنه في أحسن أحواله فاشل 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 في أشد ما يكون هذا العنوان في أشد ما يكون عليه الفشل وإلا ففي الحقيقة إنه سيكون خارجا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية مثل ما جاء في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية وقرأت عليكم ما قرأت منه بهذا الخصوص في الحلقات المتقدمة فالإنسان من دون تشخيص هدف صحيح لحياته ومن دون تشخيص طريق صحيح موصل إلى ذلك الهدف في أحسن أحواله هو فاشل فاشل وفي الحقيقة هو خارج من حدود الإنسانية وداخل في الحد البهيمي هذا هو الإنسان الذي ليس له من هدف صحيح ولم يكن قد شخص طريقه الصحيح للوصول إلى هدفه حتى لو كان طريقا صعبا وفي بعض الأحيان ربما يستحيل عليه المسير في ذلك الطريق على الأقل أن يكون قد شخص هدفه الصحيح وعرف طريقه الصحيح ونوى نية صادقة وعزم عزما صادقا على أن يسير لكن الظروف هي التي حالت فيما بينه وبين المسير أو ربما سار في الطريق وطريق موحش ولقي ما لقي من المتاعب والمصاعب بغض النظر هل وصل وصولا كاملا مطمئنا إلى هدفه أو لا زال متعثرا في الطريق بالنتيجة هو يسعى هو يجاهد بذلك يكون قد خرج من الحد البهيمي هذا هو الفارق بين إنسان قد عرف هدفه في الحياة وبين إنسان ضاع في تجاويف هذه الحياة وضيعه الذين ضيعوه ضاع مع الأباعر والحمير 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 فمعرفتنا بالخارطة العقائدية الصحيحة هي التي تقودنا لتشخيص هدفنا الصحيح في الحياة وهي التي تقودنا أيضا لمعرفة الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى هدفنا وإلا فسنكون جزءا من الخلق المخترم هذا مصطلح من مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة الخلق المخترم هم الذين يأتون إلى هذه الدنيا ويخرجون منها وما تركوا أثرا أنا لا أتحدث عن أثر في عالم الدنيا أنا لا أتحدث عن شيء تركوه على وجه البسيطة على وجه هذا التراب أنا أتحدث عن أثر تركوه في المكان الذي يتحدث عنه الأئمة من أنه ما كان لله ينمو هناك مكان إذا ما ترك الإنسان أثره فيه فهناك ينمو ذلك الأثار وإلا فنحن نرى دائما أن أولياء الله ما يشرع في عمل إلا وبدأت المعاول لتهديمه وتخريبه فأين فأين النماء إذن إذا كان المراد من النماء على تراب هذه الدنيا نحن نرى على طول المسيرة البشرية منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا إنها جولة الباطل إنها دولة الباطل التي يعبر عنها بجولة الباطل في دول الباطل التي مرت ولا زالت الأولياء هم الذين يقتلون الأولياء هم الذين يخسرون دائما أتحدث عن الخسارة بالحساب الدنيوي فإذا كان الحديث عن نماء ترابي فأين هو هذا النماء ما كان لله ينمو هناك بقعة لله إذا ما ترك الإنسان فيها أثرا فإن ذلك الأثر سينمو وينمو وينمو بالضبط حينما نقول أهل البيت هل هناك مكان فيزيائي ينتسب إليه أهل البيت أي مكان فيزيائي ينتسبون إليه البيت البيت هنا حقيقة معنوية ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أحد أهل البيت إذا كان الحديث عن بيت فيزيائي ينسب إلى رسول الله فإن رسول الله حينئذ لا يكون من أهل ذلك البيت وإنما يكون البيت بيتا لرسول الله ومن فيه هم أهل لرسول الله فهذا البيت وأهله هو هو لرسول الله ولكننا في عقيدتنا حينما نتحدث ونقول أهل البيت رسول الله هو سيد هذا البيت أهل البيت من هم العنوان الأول محمد صلى الله عليه وآله أهل البيت هم الذين كانوا تحت الكساء أول داخل تحت الكساء هو محمد صلى الله عليه وآله فالمراد من البيت هنا بيت حقيقي في عالم الحقيقة وفي عالم المعنى وليس في عالم الفيزياء وإذا كان هناك من بيت في عالم الفيزياء فهذا يكون الحديث عن بنحو المجاز والمسامحة أما بنحو الحقيقة فإن الأمر يتخذ بعدا نورانيا عميقا جدا فهناك بقعة إذا ما ترك الإنسان أثرا فيها بصدق وإخلاص نمى ذلك الأثر وهناك ينمو كل شيء كان لله البقعة البقعة إنها مشروع إمام زماننا فمنذ أبينا آدم وإلى يومنا هذا الأنبياء أوصياؤهم الأولياء الشهداء الصديقون الشهداء الجميع الشيعة المخلصون عبر تعريخ الغيبة منذ الغيبة الأولى وإلى يومنا هذا كل قد ترك أثرا في هذا البناء المعنوي هناك بناء معنوي هذا البناء المعنوي يتم إنجازه في عالمنا هذا شيئا فشيئا هؤلاء كلهم شاركوا كل واحد منهم بحسب قدرته إذا أردت أن أقرب الفكرة بمثال حسي هناك من استطاع أن يبني جدارا كاملا وهناك من استطاع أن يضع صفا من الطابوق وهناك وهناك من استطاع أن يضع طابوقة واحدة وهناك من استطاع أن يضع نصف طابوقة كل بحسبه ما كان لله ينمو ما كان مرتبطا بهذا البناء المشروع المهدوي هو مشروع الله برنامج الحجة بن الحسن هو برنامج الله سبحانه وتعالى والأنبياء منذ أبينا آدم والأولياء والشهداء والصديقون ومن كان على منهجهم من كان على طريقهم من كان على صراطهم أئمتنا جميعا وأشياعهم إلى زمان غيبة الحجة بن الحسن ومنذ بدايتها وإلى يومنا هذا الصالحون الصادقون يشاركون في هذا البناء ونحن إذا أردنا أن نصل إلى هدف صحيح من خلال معرفتنا بالخارطة العقائدية السليمة فإننا سنوفق للمشاركة في هذا البناء أن نقدم ما نستطيع أن نقدمه على سبيل المثال هذه العقيدة التي أضعها بين أيديكم أنا لا أمازحكم هنا وإنني أصدقكم القول هذه أمانة في عنقي هذه أمانة في عنقي أستشعر وطأة ثقلها أريد أن أنقلها للذين يتعهدون بتحمل هذه الأمانة وأن يوصلوها إلى الذين يتحملونها مثلما تحملها الذين سبقونا مثلما تحملها سلمان وأويس وأبو خالد الكابلي وأبو حمزة الثمالي وجابر الجعفي والمفضل ابن عمر ومحمد ابن سنان وأضراب هؤلاء ممن حملوا هذه الأمانة حتى وصلت إلينا عبر كتب حديث الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم هذه أمانة أنا أحولها للذين يريدون أن يتحمل هذه الأمانة إذا ما أتقنت عملي وأخلصت في إنني قد شاركت في هذا البناء وكذلك أنتم إذا ما أتقنتم عملكم وصدقتم فيه ستشاركون في هذا البناء هذا هو البناء الذي يكون فيه العمل ناميا وليس هذا الهراء الذي يقضي المراجع أعمارهم في تأليف كتب هي من كتب الضلال أو في تدريس دروس لإنتاج مجموعة من الأغبياء من أصحاب العمائم يضللون أنفسهم ويضللون الشيعة هذا هو الذي سيعود وبالا عليهم وعلى شيعتهم مثل ما قال صادق ضلوا وأضلوهم وأضل شيعة معهم فمعرفة الخارطة العقائدية السليمة تقودنا للمشاركة في هذا البناء العظيم وأن لا نكون من الخلق المخترم أولئك الذين يأتون إلى الحياة ويخرجون منها وما تركوا أثرا حين أقول ما تركوا أثرا في ذلك البناء العظيم لا أنهم مثلا لم يبنوا بيتا أو أنهم لم يؤلفوا كتابا أنا لا أتحدث عن هذه المضامين هذه المضامين ترابية أنا أتحدث عن مضامين محمد وآل محمد تلك المضامين النورانية إمامنا أصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يرى جنائز الناس من المخالفين وغيرهم فإنه يسمع أصحابه هذا الكلام يحمد الله فيقول الحمد لله الذي لم يجعلني لم يجعلنا من الخلق المخترم الخلق المخترم هم الذين يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها يموتون وما تركوا أثرا فيها على سبيل الطرفة جعفر الخليلي وهو عراقي نجفي شيعي من أبناء المراجع بيت الخليلي من البيوت العلمية في النجف وأجدادهم كانوا من مراجع النجف وجعفر الخليلي هذا الكاتب الأديب الذي الذي يقال عنه من أنه رائد القصة القصيرة في العراق هكذا يقولون عنه في أجواء الكتاب والأدباء نفر نفر الرجل من الدين وقضى حياته إلى أن توفي لا علاقة له بالدين كان صديقا للوائل وفي ديوان الوائل من القصائد ما يمتدحه هذا الديوان الذي لا يوجد فيه بيت واحد ولا توجد قصيدة واحدة بخصوص صاحب الأمر الديوان موجود وبإمكانكم أن تراجعوا لا توجد فيه قصيدة واحدة بل لا يوجد فيه بيت واحد يذكر فيه صاحب الأمر على أي حال هناك أكثر من قصيدة قالها الوائل في صديقه هذا جعفر الخليلي هو في كتبه يقول أنا قرأت ذلك في كتبه في مؤلفاته جعفر الخليلي يقول من أنني كتبت في وصيتي أوصى أهله من أنه إذا مات يكتبون على قبره هذا قبر جعفر الخليلي الذي جاء إلى الدنيا وخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء إلى هذه الدنيا ولماذا خرج منها بالضبط هذا من أوضح مصادق الخلق المخترم الخلق المخترم هم الذين يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها ولا يتركون أثرا فيها العقيدة السليمة هي الدواء والعلاج الناجع للخروج من حالة الإخترام هذا نذهب إلى فاصل زبدة المقام من كل ذلك تتجلى لنا فيما قاله سيد الأوصياء لرسول الله صلى الله عليهما وآلهما ليلة المبيت في فراش النبي حينما هاجر نبينا صلى الله عليه وآله من مكة باتجاه المدينة أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري من جملة ما قاله أمير المؤمنين لرسول الله وهل أحب الحياة إلا لخدمتك وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة أتمنى أن نستشعر أنا وإياكم شيئا من فيض هذه الكلمات أعيد عليكم قراءة هذه الكلمات إنها كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله وهل أحببت الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة هذا كلام الأمير أمير الأمراء لنبينا صلى الله عليهما وآلهما وأنا أقرأ عليكم من سيد تفاسير آل علي إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري وإلى غيبة شيخنا النعماني هذه طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة ميتين واثنين وخمسين الحديث السادس والأربعون بسنده عن الحسني ابن محبوب عن خلاد ابن الصفار قال سئله أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي المضامين هي المضامين والكلام هو الكلام والتشيع الحقيقي للحجة ابن الحسن لا بد أن يكون في أجواء هذه المعاني صحيح أننا لا نستطيع أن نحقق جزءا كبيرا من هذه المضامين لكننا على الأقل أن نتمنى والتمني هو طلب المستحيل أن نتمنى تحقيق بعضها وأن نسعى بكل جهدنا معنية صادقة وعزم ثابت راسخ أن نقوم ولو بجزء يسير من ذلك ولو على سبيل المشابهة والمماثلة لا على سبيل التحقيق والتطقيق على سبيل المشابهة والمماثلة كي نستطيع أن نترك أثرا في تلك البقعة المعنوية الحقيقية العظيمة التي ما كان لله ففي تلك البقعة ينمو وينمو وهذا النماء يعود علينا بالتوفيق في حياتنا ويعود علينا بثبات الإيمان بعد موتنا أن لا يكون إيماننا إيمانا مستودعا يسلب منا في مراحل ما بعد الموت ويعود بالنفع علينا أن نكون مع الراجعين إن كان ذلك في زمان الحجة ابن الحسن أو كان في زمان الرجعة العظيمة مع نبينا وأميرنا وسيدتنا مع الإمامين القائمين القاعدين مع الحسن والحسين ومع ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أريد أن أحدثكم بحديث قد يعود بالمنفعة والفائدة عليكم ما دمنا في بدايات حديثنا عن الخارطة العقائدية السليمة نذهب إلى فاصل نصيحة ذهبية مشكلة الشيعة ومشكلتنا جميعا على طول التأريخ الشيعي في زمان الأئمة قبل ابتداء الغيبة ومنذ ابتداء الغيبة وإلى يومنا هذا مشكلة الشيعة الواضحة الطراب الأولويات عندهم في حيات كل شخص أكان شيعيا أم لم يكن في حيات كل آدمي طبيعي في حيات كل الناس هناك قائمة أولويات ليس بالضرورة أن تكتب على ورقة أو أن يتحدث عنها المتحدثون إنها في مكنون ضمير كل إنسان هناك قائمة للأولويات مشكلة مشكلة الشيعة وأتحدث عن الشيعة الذين يبحثون عن العقيدة السليمة عن الشيعة الذين يهتمون لأمر إمامهم أتحدث عن هؤلاء لا شأن لي بالآخرين هناك مشكلة في اضطراب الأولويات فتراهم تارة يقدمون التوافه على أمور ليست من التوافه لكنها ليست مهمة فيقدمون التوافه على أمور ما هي من التوافه لكنها ليست مهمة وتارة يقدمون الأمور التي ليست مهمة يقدمونها على الأمور المهمة وأخرى وهي الشائعة أكثر يقدمون الأمور المهمة على الأمور الأهم ويتصورون عن أنفسهم أنهم فهماء أنهم حكماء أنهم فلتة من فلتات الدهر هذه المشكلة هي المشكلة المسيطرة على واقعنا الشيعي العقائد الديني الأمور المهمة تقدم على الأمور الأهم وتلك السفاهة والحماقة بعينها بنحو حقيقي وليس مجازية حينما نقدم الأمور المهمة صحيح هي مهمة من حيث هي بحدود نفسها لكنها لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها مع الأمر الأهم كلمة أمير المؤمنين لرسول الله وكلمة إمامنا الصادق الكلمتان التي قرأتهما عليكم قبل قليل هتان الكلمتان تشيران إلى أن المؤمن العارفة بإمام زمانه لا توجد عنده قائمة أولويات وإنما توجد عنده أولوية واحدة مثل ما قال أمير المؤمنين لرسول الله ما قال ومثل ما قال إمامنا الصادق عن خدمته للقائم هناك أولوية واحدة فقط ولا يوجد بعدها شيء ضمن هذه الأولوية هناك قائمة للأولويات التي تتفرع على الأولوية الرئيسة أما ما يرتبط بنا شخصيا فهذا يوضع على الحاشية كم نستطيع أن نتعامل مع الأمور بهذا المنطق هذا أمر يعود إلى كل شخص وظروفه لكنني لابد أن أبشركم ببشارة من أن المنطق هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل ما يرتبط بالأولويات وبحسب حديث الأمير والصادق صلوات الله عليهم هذا منطق مرفوض عند عوائلكم عند عوائلنا عند عائلتي وعند عوائلكم مرفوض عند عوائلنا أبدوا اعتراضهم أم لم يبدوا اعتراضهم مرفوض عند عشائرنا مرفوض عند أصدقائنا مرفوض عند الجميع هذا المنطق الذي حدثتكم به إنني أحاول أن أعمل بهذا المنطق ومنذ زمن بعيد ولقد لقيت ما لقيت بسبب ذلك لقيت ما لقيت من أقرب الناس إلي ومن أبعد الناس عني لقيت ما لقيت ولا أدري هل أنني قد حققت شيئا جزئيا من بعض نجاح أو لا لأن الجميع في واقعنا الديني الشيعي يرفضون هذا المنطق خصوصا خصوصا إذا ما مس هذا المنطق مصالحهم حتى لو كانت تهفهة لا قيمة لها نصيحتي هي هذه نصيحتي من أن الذي يريد أن يتعامل بهذا المنطق عليه أن يوطن نفسه لتحمل الأذايا من أقرب الناس من إلى أبعد الناس عنه هذه هي النصيحة الذهبية هل تنتفعون منها هل تسخرون منها هذا أمر راجع إليكم هناك إرشادات أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها إليكم وهذه الإرشادات نتاج تجربة طويلة في هذه الأجواء التي أتحدث معكم عنها إذا أردتم أن تنتفعوا فعلا مما يطرح من ثقافة في هذه الحلقات على الأقل إذا أردتم لهذه المضامين العقائدية قطعا بعد أن تقتنعوا بها بعد أن تصدقوا بها لا لأنني أنا قلتها فتلك ما هي بعقيدة حينئذ وإنما لأنكم قد اقتنعتم بها قد صدقتموها قد ناقشتموها قد تباحثتم فيما بينكم قد ذهبتم وراء مصادرها قد قارنتم فيما بينها وبين منظومة العقائد المسخ التي تعلمتموها من مراجع النجف إذا أردتم الانتفاع من المضامين العقائدية التي ستطرح في هذه الحلقات والمراد من الانتفاع منها أن تكون تلك المضامين ممازجة للعقول والقلوب وأن تنعكس عمليا في آثار واضحة في الفعل قبل القول على أرض الواقع إرشادات وبشكل سريع ومن دون تطويل أولا الابتعاد عن التوافه بحسب الممكن التوافه كثيرة في حياتنا الوقت ضيق لا أستطيع أن أدخل في التفاصيل بإمكان كل شخص مننا أن يأخذ ورقة أو أن يجلس مع نفسه أن ينعزل بعض الوقت مع نفسه أن يعتزل مع ذاته وبذاته وأن يفكر في أحواله كم من الأمور التي لا نفع فيها تتواجد في حياته عليه أن يحذف بعضها على الأقل إن كان قادرا على حذفها جميعا فذلك هو الأوحدي من الناس ولا أعتقد أن أحدا يوجد مثل هذا لكن بإمكان الإنسان أن يحذف بعض هذه التوافه لأن الإنشغال بالتوافه يدمر قدرة قدرة الإنسان على أن يجد بصيرته الإنشغال بالتوافه تحطم قدرة الإنسان على التدبر النوري لا أتحدث عن التدبر مطلقا بإمكان الإنسان أن يتدبر حتى لو كان منشغلا بالتوافه لكنني أتحدث عن التدبر النوري الذي يقوده إلى التوفيق الشيطان يدفع بالإنسان أن يتدبر في كل شيء ويحول فيما بينه وبين أن يتدبر في قراءة قرآن أو في قراءة زيارة أو دعاء أو 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 الإنشغال بالتوافه حاجز كثيف وسميك يحول فيما بين الإنسان وبين أن يتبصر بواقعه الديني أن يلامس ثمرة ما يسعى إليه من تحصيل عقيدة سليمة لذا الإرشاد الأول هو هذا الإبتعاد عن التوافه بحسب ما يمكن الإرشاد الثاني توثيق الرابطة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه لا أجد مجالا لتفصيل القول في هذه النقطة يمكنكم أن تعود إلى برامج المفصلة توثيق الرابطة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه بشرط بشرط أن يكون ذلك وفقا لقراءة صحيحة فإن قراءة مراجع النجفي للحسيني وهي التي تقدم على المنابر كمنبر الوائلي وأمثاله والتي تقدم في الفضائيات التابعة لمراجع الشيعة لمراجع النجف وكربلا والتي تقدم عبر الحسينيات والمواكب والهيئات وعبر الشعراء والرواديد هذه القراءة قراءة بتراء لا علاقة لها بمحمد وآل محمد إذا أردتم أن تعرف شيئا مما يدور في هذا الموضوع عودوا إلى برنامج من برامج عنوانه يا حسين البوصلة الفائقة موجود على الشبكة العنكبوتية وإذا ما وجدنا فرصة سنعيد بثه على هذه الشاشة هذا البرنامج يا حسين البوصلة الفائقة يتألف من 13 حلقة ليس طويلا جدا بث عبر هذه الشاشة بثا مباشرا يوم الثلاثاء في الأول من شهر محرم سنة 1440 للهجرة 11 9 2018 ميلادي طول البرنامج 37 ساعة 21 دقيقة و36 ثانية ما هو بطويل جدا 37 ساعة 21 دقيقة 36 ثانية عودوا إلى هذا البرنامج لكنني كما وعدتكم سابقا من أن مجموعة من حلقات هذا البرنامج سأتناول فيها إعادة قراءة الحسين في واقعنا الشيعي سأعيد قراءة الحسين قطعا بحسب مداركي وفهمي لكنني لن أخرجكم من سياجي ثقافة العترة الطاهرة مجموعة خاصة من حلقات برنامج الخاتمة بهذا الموضوع ستأتينا في قادم الأيام إن شاء الله تعالى على أي حال أعود إلى الإرشاد الثاني توثيق الرابطة بالحسين ولكن وفقا لقراءة صحيحة استعينوا بهذا البرنامج الذي أشرت إليه برنامج يا حسين البوصلة الفائقة استعينوا به لتحصيل قراءة مناسبة قراءة صحيحة للحسين تأتي منسجمة مع مذاق العترة الطاهرة مع مذاق إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الإرشاد الثالث تواصلوا دائما بقدر ما تستطيعون مع الأدعية والزيارات في كتاب مفاتيح الجنان أو في سائر كتب الأدعية والزيارات وهي كثيرة جدا وكتاب مفاتيح الجنان كتاب جيد جدا يشتمل على كثير من الأدعية المهمة والزيارات المهمة لكن هناك الكثير والكثير من الأدعية والزيارات التي هي ليست مذكورة في كتاب المفاتيح حاولوا قدر الإمكان أن تتواصلوا دائما أسبوعيا مثلا فيما هو أقل من الأسبوع فيما هو أكثر من الأسبوع تواصلوا بقدر ما تستطيعون خصصوا وقتا معينا يوميا في كل أسبوع في كل شهر بحسب ما تستطيعون تواصلوا دائما مع الأدعية والزيارات لكن بشرط أن تقرأوا بتدبر ليست الأهمية للكثرة الأهمية للفهم يمكنكم أن تستعينوا بمطلق برامجي البرامج التي تحدثت فيها بشكل مباشر عن الأدعية والزيارات أو البرامج التي تحدثت فيها في أجواء معارف أهل البيت وثقافة العترة الطاهرة لأن البرامج جميعا مشبعة بنصوص الزيارات والأدعية الشريفة يمكنكم أن تعود إلى برامج قناة القمر الفضائية أو إلى البرامج الموجودة على الشبكة العنكبوتية كي تنتفع من ثقافتها ومما يعرض فيها من فحاوى ومضامين الأدعية والزيارات وأن تطبق ذلك في تدبركم لتلك النصوص تواصلوا تواصلوا مع الأدعية والزيارات الإرشاد الرابع تجنبوا بقدر ما تستطيعون ما يطرح من ثقافة تنسب إلى أهل البيت من قبل أصحاب العمائم خصوصا من أصحاب العمائم الكبيرة من المشهورين بين الناس ما يتقيأون به على المنابر وفي الدروس وفي الفضائيات قذارة في قذارة لأنهم بعيدون جدا عن ثقافة العترة الطاهرة حينما أقول لكم كونوا على حذر أنا لا أقول لكم لا تتابعوهم ولا تستمعوا إليهم بالعكس أقول لكم تابعوهم واستمعوا إليهم وقارنوا فيما تسمعونه في برامج قناة القمر وبينما يقول هؤلاء وأنتم شخصوا الحقائق بأنفسكم حين أقول لكم تجنبوا ما يطرحه أصحاب العمائم خصوصا من العمائم الكبيرة المشهورة وبالأخص ما يطرحه البراجع إنهم يطرحون أبعد الأفكار عن منهج محمد وآل محمد كنوا على حذر مما يطرحون وفي الوقت نفسه أؤكد عليكم أن تتابعوا برامجه أن تقرأوا كتبهم قطعا كل شخص بحسبه بحسب وقته بحسب المستوى العلمي الذي هو عليه بحسب ثقافته بحسب أولوياته أنا أتحدث بشكل عام حديثي مجمل ومقتضب من دون أن أدخل في التفاصيل هذه النقطة مهمة جدا أن تكونوا على حذر وكونوا على حذر من كلامي أنا لا أقول لكم سلموا لحديثي لا أقول لكم صدقوني إنما أقول لكم كونوا كونوا منصفين في تعاملكم مع حديثي ومع حديثي غيري وقارنوا بين الذي يطرح في قناة القمر وبين ما يطرح عبر مراجع النجف في كتبهم عبر وكلائهم عبر خطبائهم إن أكثر ما يطرح على المنابر مخالف لآل محمد فهؤلاء الخطباء في الأعم الأغلب إن لم يكونوا جميعا لا خبرة لهم بثقافة العترة الطاهرة هؤلاء غاطسون في جهلهم وفي الوقت نفسه منافقون يطلبون رضا المرجعية وهم لا يعتقدون بها ويحاولون أن يخطبوا ودى الديخيين الذين يحضرون في مجالسهم فأي دين هذا دين تراعى فيه المرجعية الغبية والخطيب يعلم أنهم بعيدون عن منهج محمد وآل محمد وهو غاطس في جهله يقلد الوائل ويأخذ من الوائل والوائلي بكل ما عنده هو من الفكر الناصبي ويراعي الديخيين هؤلاء القطعان من عباد عجول البشر فماذا سيخرج من هذا الخطيب أو من ذلك المتحدث إنه قيء قذر ورجيع قذر من رجيع النواصبي وأعداء محمد وآل محمد هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي على الأقل هذا ما أعتقده ولا أقول هذا الكلام من اندفاع عاطفي أو من ردة فعل إنني أقول هذا الكلام ولن أتنازل عنه وسيبقى موجودا لأنني حين أتحدث أدقق النظر في مضمون ما سأتحدث به أتحدث وأنا مستشعر لمسؤوليتي ما يترتب علي حينما أتحدث بأي حديث وأنا أتحدث الآن عبر الأقمار الصناعية وسيبقى هذا الحديث مبثوثا وموجودا على الشبكة العنكبوتية وقت الحلقة انتهى لكنني بشكل سريع أقول لكم توجهوا إلى الزهراء ولو بسلام موجز مختصر قبل أن تتابعوا هذه الحلقات بحسب ما أعتقد فيما بيني وبين نفسي إنني سأعرض لكم العقيدة الزهرائية الخالصة هذا ما أعتقده ليس بالضرورة أن أكون مصيبا ما سأعرضه بين أيديكم إنني سأعرض لكم العقيدة الزهرائية الخالصة لذا أقول لكم قبل كل حلقة توجهوا إلى الزهراء كي تعينكم على إدراك الحقيقة وعلى تمييز ما هو حق في كلامي وما هو باطل على تمييز ما هو صدق في كلامي وما هو كذب وافتراء ترجمة نانسي قنقر